في الستوديو للحديث حول هذه النقاط وأخرى سيدة ربحة تونسي الأمينة العامة للمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب مرحبا بك ودوي الحقوق ودوي الحقوق مرحبا بك طيب ما هو تعليقك على مجراء ليس على مجراء مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي أو الحملات المغرضة التي صاحبت مجراء على مختلف وسائل الإعلام أولا نسكركم على الضيافة شوف اليوم نحن كمنظمة كعائلة ضحايا الإرهاب لقاصلنا في التسعينات أنا أولا ندرني داء الأولياء ندرني داء خاصة الأمهات الأمهات اللي هم يقروا أولادهم لأن عدنا ما تنساش عدنا شابيبة اللي زادت أولادنا زادوا في التسعينات ما يعرفوش بشنه الإرهاب ما يعرفوش الأولياء شافوا اليوم يقروهم يواعوهم لخطر لأن عدنا يد الجنبية اللي رأي تحرب في أولادنا في الغزو سوسيو اليوم نحن نقول لهم الجزائر أولاد عمرهم ما يخربوا بلادهم لأن وقت تسعينات الجزائر والأولاد خلسسنا الوراء اليوم نحن كعائلة ضحيلة بطلبنا ودرنا مصالحة باش البلاد تتبنى المحبة كما قال الجزائر العزة والكرامة باش أولادنا يقروا باش شابيبة دينا تكون تقش في حرية تامة اليوم حتى الحمدلله عدنا دولة عدنا جيش عدنا أمن ونذكر الجيش والأمن اللي رأى صهر على الحدود ونذكر الأمن لما الأمن قل مشي الأمن لإنزال أقاعد هذه الصلاة رأي كاريتة للبلاد احنا ندير ونكرر نوعي الأمهات خاصة الأمهات لازم ينتبهوا ينتبهوا الشيء اللي صارت في التسعينات نفكروهم نفكروهم لأن السينكوكتوب اللي كانوا في السينكوكتوب صارت ما صارت في التسعينات ولو هما ضحايا الإرهاب لشعلوا النار في السينكوكتوب أنا صدق لي كَاءْبَعض شابيبة كانوا هما حرقوا ولو هما لي ما عندوش هيد لي ما عندوش رجل لي مكفوف في التسعينات و لو ضحايا الإرهاب اليوم اللي قاتها لو كان الجزائر لا يصر هما اللي يتقاسه نحن نوعيه العائلات الشي اللي صرع في التسعينات ما يزيد شي تكرر لأن الجزائر عدنا ورضة أمنا عدنا الجزائر واحدة أخرى عدنا الجزائر واحدة بالنسبة للشباب اللي يقول لك أنا البلاد ما دارت لي والو لازمني بزاف مكتسبة ما هي المكتسبة التي تحققت بعد سنوات التسعينات ليمكن أن ربما يتخلى عنها بعض الشباب بمثل هذه الممارسات صدقني ليش ما دارت لوالو لانساج اللي دارت الحكومة الدولة الجزائرية دارت لانساج الدولة ما دارت كما دارت الجزائر لماذا؟ لنه تخدم ما تقعدش في الحيط وتصنى في الأدغاء كل يوم يحكموا في غريزان في بعض الولايات كل يوم الأدغاء كل يوم اليوم نوعيه للشبيب لنه تخدم ما يجيك شاك لك الجزائر لماذا؟ قاعده تجيك الماكلة لطمك نوض تخدم نوض لذلك نوعيه وماذا؟ الحمد لله لدينا شابي براي ما شاء الله والدولة لماذا ما تعطيه؟ استعطيه له وراه البلاد اللي راه يتمد في اللي يلوز من باطل وراه البلاد اللي راه يداوي باطل وراه البلاد اللي راه يتقري باطل لماذا؟ الجزائر ما مدت والو مدت لنا كل شبه بلاد ما هي كمال جزائر روحوا نبرك أنا صدقني ما عندي شهر تلاقيت معا مغربيين لنا في الجزائر وتكلمت معاهم هم مخلوعين مخلوعين يجوا لنا باش كاش ما يخدموا باش يجيبوا قوت لولادهم مخلوعين قال لكم عمرنا ما شفنا بلاد كمال جزائر كيفاش الجزائر ما مدت لك والو ولا قاعده تمدك الجزائر ما تخدم حنا أنا ما نخبيش عليك أنا نسكن في حي شعبي وبيتين يحقوا وبيتين يكسروا اليوم كيتكسر أنا نديرني دا اليوم كيتكسر أنت أنا غيدو بيس لمن؟ يا عملا غيدو بيس أنت عمسكين الفقير المسكين الشعبي اللي ما عندوش أنت حق أنت لبيس شكول اللي يركب لبيس كيفاش اليوم الدولة الجزائرية واش بنات؟ واش بقا في التسعينات؟ احنا راني بنو فيها طوبة بطوبة اليوم تجين تاياه أخر لحظة تجي تدمره وتحرقه كامل احنا رافضينه رافضين هاد الشباب اللي يحرق طيب حتى على موقع التواصل الاجتماعي يعني أغلب الشباب وعيين بهذا الخطر وعيين بهذا الأعين المتربصة بالجزائر ونشروا حملات للتوعية حتى آخرها كانت حملة لنشر الأعلام عبر الشروفات والمحلات يوم السابع من هذا الشهر من شهر جانبي يعني الحمد لله ما زال فيه شباب واعي بخطر عنده مسئولية يتحلى بروح المسئولية في مثل هذه المواقف اللي يمكن أن تترتب عنها انزلاقات لا لا الحمد لله هني شوف أنا في قناة النهار نشوف تحسيس الصحافيين ونشكرهم لكن أنا نزيد نقول وراهم نحترم كل حزب كل حزب نحترمه نحترم كل جمعيات كل منظمة نحترمهم لكن هذا هو ورا الدور ديالهم هذا هو دور الجمعيات والمنظمة والأحزاب لازم يروحوا يديروا تحسيس في كل ولاية في كل بلدية لأن الجزائر عندنا جزائر وحدة الجزائر نحبوها واللي ما يحبش الجزائر هذا كعادو الجزائر أنا أنا نحترم قلت لك نحترم كل حزب لكن هذا هو دورك نلاحظوا حقيقة أن الكثير من رؤساء الأحزاب يتغنوا بأنهم عندهم قاعدة شعبية لكن في مثل هذا الموقف ما نلاحظوش البصمة تحم فعلا لأنه صدقني أنا قلت لك نحترم ما نجملش نحترم كل حزب لكن أنا حزب ولا جمعية ولا منظمة لترفض ورقة وكرطاب وأنكاشي والدور تقول لك أنا حزب أنا جمعية هذه ما هيش حزب أنا جمعية ولا حزب ولا منظمة اللي ما عنداش كل بلدية كل ولاية عندها قاعدة هذه ما هي لا حزب ولا جمعية أنا أنا عارف منظمة ولا جمعية ولا أحزاب منظقة اللي عنده قاعدة يروح في كل ولاية ويحسس نحن رأينا نشوفه أنا ما عنديش بزر من اللي كنت فيه تلاخ تلاخ في بلعباس في الجبل شفت عائلة ضحايا الإرهاب كيفاش عايشين كيفاش عايشنا ونحسوهم والناس يحضوهم بللي ضحايا الإرهاب ما عندكمش الدولة حقرتكم قدرتهم مصالحة هاي المصالحة وش دارت فيكم بعض الأحزاب هاي المصالحة يا جدقى ورحت الحمد لله ووعيت وقتلهم الدولة أعطتنا وتكفلت بنا ونتحدى أي واحد ليقول ضحايا الإرهاب ما عنداش لا تنشر ولا ما عنداش ولا ما عند ملفات فعلا مش نقول كامل ببعض الملفات ما كاشر لأن فيهم رغم عنصص فيهم خالف الملف حتى ترجع الموضوع نفقط هذه الحملات التي تكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يكنتش في السابق سنوات التسعين لم يكنتش الأمور متطورة بهذا الشكل هل يمكن التحكم فيها اليوم يعني المجتمع المدني وانتذكرت كذلك دور الأحزاب السياسية ما الذي يمكن أن تقوم به مثل هذه الفعاليات فعاليات المجتمع المدني لكبح جماح هذا التوتر ربما أو هذه الفتنة التي تطال شبابنا شوف كما أذكرت قلت لك دور الجمعيات والأحزاب وكامل اليوم يروحوا يدروا يد في اليد ينسا ينسا أنا صدقني أنا يشوف بعض الأحزاب رغم يتفكرون غير والأخر لا ينسا لأن بلدنا كان قتلك انزلاقات كما صارت في بجاية وفي البويرة في بومردس صدقني ماهيش تسعينات تسعينات الشي اللي صار فينا هذك تسعينات صح ما كناش نعرفو حنا الإرهاب شامي ما صار بنا ما نعرفوش قضية الإرهاب لكن اليوم صدقني عدنا أمن وعدنا دولة والدولة مشي راني المناسي وعدنا دولة ويدها طويلة بالك يقولوا باللي تسعينات فعلا تسعينات صرا ما صرا لأن ما كانش عدنا أمن كما تعضوك على غضوك غير ما كان لخطر شوف سيبادي من ناس ولا شوف أنا أنا راني نسكن قلت لك في حي شعبي كسروا ودمروا حلقوا عرفوهم مشكل عرفوهم مشكل وإن شاء الله بربي كين عدنا كما قال دولة وعدنا عدانا كل واحد وجدر يخلص نيدر يخلص شكرا نجزينا لك سيدة ربحة تونسي الأمينة العامة للمنظمة الوطنية لضحية الإرهاب وذوي الحقوق كنت ضيفة هذه الأمس يا أذكر